صباح و أهلا وسهلا على الكنال. اليوم بدأنا نتحدث عن Findex 5 Pro. أعلنت عنه شركة أوبو اليوم، وهذا آخر فلاكشف من شركة أوبو بنزلته على السوق. لديه كل أحسن المميزات التي يستطيعون أن يضعون بقلب التليفون ويعطونها. لذلك أريد أن أخبركم عن الخمسة المميزات التي أعجب فيها كثيراً كثيراً لها التليفون. يالله، أنا طارئ، شكراً شكراً على كل الناس الذين عملوا اشتراك. دعنا نبدأ نتحدث عن Findex 5 Pro. اشتركوا لايك ونسجلوا على الكنال حتى دائماً تعرفوا لما ننزلكم فيديوه جديد. هناك الغراض التي أعطيتكم في شركة أوبو. لدينا العلبي هنا موجودة، أوبو Findex 5 Pro. لدينا الشجر والشاحن في قلب العلبي، يأتي على 80 واط. هذا نستطيع استعماله. هذا معمول على اليوكي، لكن لا ترحب أن تأخذوه، كما تعرفون، يأخذوكم الشجر الذي يمشي عندكم. أنا أستعماله مع الأدابتور هنا في أمريكا. لدينا شريط USB-A إلى USB-C لأننا نشارج ونوصل المعلومات عليه للتليفون. التليفون كما نرى هنا، لديه أنابل Ceramic White. وهو لون تاني اسمه Glaze Black. لديه نوعين سيزلو عليه. لدينا أيضاً غطب قلب العلبي، يأتي معنا منيح كثير كثير. وآخر شيء أعطي لي هنا، هذا الNPU الذي يستعملون بقلب التليفون الذي يقدر يؤوس التصوير بالليل خاصة مع الألوان، ويحسن قوة الكاميرايات الموجودة على التليفون هنا. سنتحدث عن الكاميرايات الموجودة هنا، والفرق لديهم من قبل. دعنا نبدأ أولاً بالمواصفات لهذه التليفون. لدينا نظامين منه لهذه التليفون. سيكون النظام الأولاً من رأيه في Snapdragon 8 Gen 1، وهناك موديل آخر يأتي في Dimensity 9000 التي أتيت من شركة MediaTek. سيكون لدينا Mali Silicon X، الNPU الذي أخبرتكم عنه. لدينا IP68، يعني أنه يضعه في قلب الماء والغبرة تحت البشبر الماء، تقريباً 30 دقيقة. الموديل الذي لدي هنا هو Ceramic. Ceramic White. هناك نوع آخر، أيضاً الغبرة على نون آخر، مثل تقريباً من Find X3 Pro الذي رأيتها في السنة الماضية. البطارية الموجودة هنا هو 5000 ميلي أمبير، يمكننا أن نشرجها بالشارجر الذي يأتي في قلب العلبة. هذا يكون 80 واط في قلب العلبة، يمكننا أن نشرجه 50% في 12 دقيقة. وليس فقط، يمكننا أن نشرجه بالوائرلس، هذا الشارجر الذي كنا نستعمله من قبل أيضاً، سنضعه على الوائرلس، هذا 50 واط تشارج، يعني أنه يمكننا أن نشرجه للتليفون بسرعة، وائرلس ووائرد، وهذه الحلاوة فيه. لدينا وائرلس شارج مثل ما أخبرتكم، مثل ما أشاهدنا هنا، الكاميرات الموجودة هنا، لدينا لدينا للمستين، اثنيناتهم IMX 766، والحلاوة فيها أن اثنيناتهم معمولة عليهم الرقلاج، يعطون الألوان تقريباً قريباً كثير من بعض، يسببوها color calibration، بين اللمستين الأساسيين. الثالثة ستكون 13 ميجابيكسل تلفوتو، وشغلة تانية كمان من أن نعرف عليها أن الكاميرا الأساسية IMX 766، عليها خمسة AXIS OIS، وعلى الإكويفلنت تعيتها مثل 25 مم، مثل الكاميرا اللمزات التي نستعملها على كاميرا DSLR. كثير كثير مناحة. الآن، إذا قلبنا التليفون هنا على اليمين قليلاً، نرى أن الزر الـ Power عليه لون أخضر هنا، سنقوم بإمكانه accent color، على شمال لدينا الـ Volume Rocker، وقام هنا نرى الكاميرا الثالثة والأساسية الموجودة قاماًا، 32 ميجابيكسل، نسميها IMX 709، ونستعملها لها RGBW، والحلاوة فيها أنه لدينا 90 درجة Wide Angle علىها، حتى نستطيع أن نفوت الناس على هذه الأساسية، سأعطيكم مصر عنها بعد قليل. غير ذلك، الشاشة هنا 6.7 إنش WQHD، يعني الـ QHD Resolution من 120 هرتز، الحلاوة فيها أن تستطيع أن تصل إلى 1300 نتز، يعني الـ Brighton's تعيتها، التي نستطيع أن نشاهدها للتليفون بالشمس، من غير أي أشكال، حلو حلو كثير. ومعناتها عندما نتحدث عن الـ Refresh Rate للتليفون، رغم أن الـ Refresh Rate بعد الشاشة هي 120، نستطيع أن نصل إلى 1000 علىها عندما نقوم بـ Touch Response، عندما نضع أصبعها، نستطيع أن نحركها، ونلعب علاقة للتليفون. الـ Refresh Rate معناتها أن الشاشة تنزل من 1FPS إلى 120، وستطيع أن تضبط حالها، معناها للشاشة مضبوطة كما نرى. الموديل الذي لدي اليوم هي 12 جيجا بيت رام، و 256 جيجا بيت ستوريج، وكما أخبرتكم كل شيء، ومعنا NFC، ستيريو سبيكرا، ومعناتها لفوق، كل هذه الشاشة جميلة، وكله معجب فيه أناقطية، مثل ما أفعلكم، اللون الأبيض هنا لا يوجد مثله. أول شيء نبدأ فيه، نتحدث عن السيستام الذي موجود عليه لها التليفون، مثل ما رأيتنا في السنة الماضية، يعملوا نفس الشيء، الريقلاج منه، وعندما رأيته، عندما رأيته الفيندكس، الفيندكس 2 Pro، والفيندكس 3 Pro، كل سنة كانت الشركة تغير شكله للتليفون، يعني كنا نرى شكله، وكل سنة ثانية يتغير أخيراً. هذه السنة أخذوا النظام بالفيندكس 3 Pro، وعملوا عليه كماندوبلاج، سأصبح علينا أن نستعمل السيراميك هون على الأغورة، لتظهره للتليفون. الآن، معناته، إذا أجبنا لم نسحها، وننصح فيها، سيكون أصبعنا بروح من المجاهلة إلى هناك، وليس يوقف، الموجودة هون تعمل منظر كثيراً، وخاصة السيرانيك موزول عليه حلو وحلو كثيراً. كالنظام طبعاً، أنا معجب فيه كثيراً، لدينا ستيريو سبيكرز، لدينا الأنتنيات الجديدة الموجودة حوالي للتليفون، لدينا الإرسال كثيراً قوي، إذا أنتم في بلد موجود عنده 5G support، يمشي كثير منيح، أنا عندي 4G LTE، وفرجيكم بعد شوية السرعات، كثير منيحة، كثير منيحة، لذلك أقول لكم أن النظام حلو كثيراً. الثاني شيء ما نتحدث عنه هو الدس بلاي، الشاشة التي عيته لها التليفون، 6.7 متل ما قلت لكم، 120 هرتز، بنقدر نوصل كمان للبرايتنس التي عيته لـ 1300 نت، متل ما تشوفه هون كتير كتير بيقف بالشمس، ما بيكون عنا أي أشكال، هنزلها شوية حتى ما تعمينها كتير، الشغلات اللي بتعجبني فيها أنه كمان عنا 10 bit color، الـ QHD ريزولوشن مش بس 1080p، والـ P3 color gamut هذا اللي يعطينا الألوان كتير كتير حلوة، معنى أنتم من تطلع على الشاشة هون، من شوف كيف الألوان بتجي عليها، بتجي كتير كتير حلوة، خاصة هون لما نرى فيديوهات، هذا فيديو دغري منه لـ Netflix، الألوان كتير حلوة، دعونا نجل نقطة لنتجي للفراشة، بعد شوية، منظرة كتير كتير منيح، ومثل ما تشوفوا الألوان كتير حلوة، ومثل ما عملكون، هذه الشاشة لا يوجد مثل استيريو سبيكر، ويأتي أيضا شاشة كتير حلوة، مع كل هذه الألوان، تكون حلوة كتير، تظهروا على هذه الفراشة، تظهروا على هذه الألوان، يا الله سبحان الله، كيف حلوة هذه الصورة، لا يوجد أي أشكال، هذا اللي يعجبني كتير للتليفون، بعد ما أتحدثنا عن الشاشة، سأتحدث عن قوة التشريج والتليفون، مثل ما لديكم أول شيء، أنه التليفون يستطيع استعمل 80W على هذا التليفون، لدينا 5,000 ميلي أمبير موجودة وراء، يمكننا أن نشرج التليفون ونشرج التليفون ونشرج التليفون، يعني أن يمكننا أن نشرج الأشياء الثانية منه، إذا كان لديكم سماعات وعندهم الوائرلس شارجين، يمكنك أن تضعه على ظهر لهذا التليفون، لكن المرجع فيه كثير أنه يأتي بقلب العلبة، رغم أنه هذا فلاكشب من شركة كبيرة، بعضهم يضعون الشجر في قلب العلبة، والشاحن، لذلك هذا ليس كثير كثير منيح، خمسين بالمئة تقريباً 12 ديئة، إذا التليفون انطفع على الأخير، لذلك يجب أن تعرفوا أن نستعمل الوائرلس شارجر، وهذا الوائرلس شارجر طبعاً الوان بلس الذي نستعملناه من السن الماضي تقريباً، يمكنك شارج التليفون طبعاً بخمسين وات ووائرلس، وثمانين وات ووائرد، من قبل كان يكون خمسة وستين، وكانوا ثلاثين من قبل، جددوها وصرعوها أحساب كثير من ما رأيتنا من قبل، وهذه هي شغلية كثير كثير ميحة خاصة للتشريج، وليس فقط، إذا كنتم تشارجوا التليفون بالليل، يمكنكم أن تضعوا التليفون على الشارجر، والتليفون يتشرج بالبطئ لحديد ما يملل مئة بالمئة، من غير ما يقز البطارية، وبالضاين من البطارية تحتاجها مدلة أكثر، شعراتين جميعاً، إذا كنتم تشاهدنا على التليفون، نرى على محل طبيعية البطارية، نرى أنها لدينا عدة معلومات، لدينا الـ Power Saving والSuper Power Saving الموجودة، هناك الـ Reverse Wireless Charging، لنشرج منه للتليفون، تحت الـ Advanced Settings، لدينا شغلة جديدة جميلة جداً، نستطيع استعمالها، إذا كنتم تستعملوا التليفون بكل قوته للتليفون، تستعملوا بكل قوته للحاسوب الـ 8 Gen 1، يمكنكم دوله الـ High Performance هنا، إذا دورتوها، تقولكم أنه التليفون سيعمل، البطارية ستسحب منها قليلاً زيادة، وليس يكون هناك قليلاً حرارة فيها للتليفون، لأنه سيمشي على كل السلندر استعماله، هذه الأشياء اللي لازم تعرفوها، إذا لم تستعملوها، لا سيكون لديكم إشكال، ونتحدث كيف الفرق بين Geek Bench، لما نستعمله مع الـ Performance، ومن غير الـ Performance بعد دقيقة، هذه كثير كثير مهمة، وأنا لم أعجب فيها كثير، ولكن نعرف أن هناك كثير من يتحدثون عن الكاميرات، وماذا نستعمل بها السيستام جديد، تبع التليفون Find X5 Pro. الكاميرات الموجودة هنا، مثل ما أخبرتكم، الـ 50-50-13 موجودة هنا، لدينا الـ OIS على الكاميرا الأساسية الموجودة هنا، بالـ Five Access، هذه الجديدة من الثلاثة، التي كانت عناها في السن الماضي، وليس فقط، الكاميرا الأساسية الموجودة هنا، لدينا أيضاً، يسموها الـ Wider Field of View، 90% لدينا الكاميرا، نستطيع أن نرى أوسع، في الفيديو، نعمل الـ Stabilization أيضاً، والـ AI Camera Performance، لوراً لدينا أيضاً نفس الشيء، ويمكننا نصور 4K 60 frames per second، كثير منيح، وكثير قوي، لدينا الـ Night Mode، الفيديو، الفوتو، الـ Portrait، وتحت الـ Mode المور، لدينا الـ Hustle Blood، هذه الشيء الجديد أيضاً، هذا الـ Collaboration من شركة OnePlus، وصارت موجودة لشركة OPPO، لأنه الآن يشتغلون مع بعض، يصبح يستفيدون من بعض، هذه هي جميلة جداً، كما ترى الـ Hustle Blood Pro Mode، الـ UHD، لدينا استعمال الـ Full 50 ميجابيكسل، الموجودة هناك، الـ Panorama، الـ Movie Mode، الـ Slow-Mo، ودينا الـ Time Lapse، ودينا أيضاً، ودينا أيضاً، هذه هي سورة من ديزنيلان، التي أخذت فيها في الليل، بسبب الـ Stabilization، وسبب الـ Long Exposure، ومالي سيلكون X، نأخذ صور كثير منيحة، بالـ Low Light، والليل أيضاً، الـ Dual View موجودة هنا، الـ Sticker، الـ Text Scanner، والـ X-Panel، أيضاً، نستعمل الـ Hasselblad X-Panel، ويأخذ فيها صور جميلة كثيراً، دعني أعطيكم الآن مصر على الكاميرا الموجودة والكاميرا الموجودة وراء، من Find X5 Pro، سنبدأ بأول شيء، بالكاميرا الموجودة هنا، لدينا عدة عملة، ولكن، أحسن شيء، نصور هنا، 1080p 30 fps، هذا أحسن شيء، لو نقلق على الكاميرا الموجودة، يمكننا أن نصل إلى 4K 60 fps. الشيء الذي يجبني هنا، أنه لدينا 90 درجة الواسعة للمزل الموجودة هنا، حتى نستطيع أن نفوت الناس جيدة، معنا، وليس فقط، لدينا Stabilization على الفيديو، أيضاً، أيضاً، وإذا كنت تستعملوا الكاميرا، ومعنا لدينا التريبود، مثل ما أقومنا الآن، أقوم بعمل Stabilization، إن شاء الله يكون الإيد مضبوط، دعنينا نقلق على الكاميرا الموجودة هنا، لم نقلق على الكاميرا الأساسية الموجودة هنا، وليس فقط، لدينا كاميرتين موجودين وراء l-IMAX 766، هاللمزتين هي 52 مجا بيكسل موجودين على التليفون، ويمكننا نصور 4K 60 من 2 ناتون، ليس فقط من الكاميرا الأساسية، من Ultra Wide بنفس الوقت، رغم أنه معنا 8K، ولكن عندما نصور 4K 60، نصوره منيح. الشيء الثاني، بدل ما استعملت Stabilization، هذه المرة عملت AI Processing، سوى الألوان مفروض تكون أحسن شوية، ما رأيتها من الكاميرا الأساسية الموجودة قدام، خبروني تحت قولوا لشيء رأيكم في هذا الفيديو من Findex 5 Pro، ومثل ما ألاحظتم، هناك كثير من مميزات جميلة في هذا التليفون، ولكن هلأ أعطيكم كمية الصور التي أخذتها من هناك، وكمية فيديوهات زيادة مع Stabilization مدوريها، هلأ أخير ما أتحدث عن الـ Performance، هذه آخر شيء أنا كمية معجب فيه له هذا التليفون، مثل ما تلكم، سرعة، لا يوجد أشكال، تقلبه، تفتحه وتنزله، والذي تكون كله سيمشي مضبوط، هذه حاليته لهذا التليفون، لا يوجد شكل، رغم أنه لا نستعمل على الـ Full Mode، مثل ما تلكم الـ Performance Mode، أيضا يعمل كثير كثير منيح. هنا عملت أنا مرتين فحص عليه للـ Geekbench، مرة مع الـ NPA، مع الـ High Performance مطفية، ومرة مع الـ High Performance مدورية، مثل ما ترى، تسمية 73 و3275 من غيرها عندما ندورها، نصبح 1222 و3433. حلوة وكثير منيحة، من أقوى التليفونات موجودة على السوق. عندما نقوم بـ OpenCL، نلاحظ نفس الشيء، 5940 مع الـ Amp Microsystem معمولة على العادة، و 6108 عندما ندورها. كثير منيح، وماذا يجب أن نعرفها؟ كما قلتكم، لا يجب أن تعملها طول الوقت، ولكن إذا لم تحتاجونها، لتعمل الـ Producing للفيديو، سيكون لديكم إمكانيات كثير منيحة، والحالية فيها، لدينا شارجر للتليفون بسرعة، لن تبطئنا كثيرا. مثل ما أخبركم من قبل، رغم أن الأمريكا لا لدي 5G، يستعمل 4G LTE، ترى السرعة هنا التي لدي 118، 124، و 12 ميجابيتس أب، لذلك السرعة لدينا كثير بطيئة، رغم أن لا لدي 5G، أيضا أستطيع استعمالها للسرعة كثير ميحة. الآن، في الألعاب، لدينا سيستام جديد للسيستام الجديد الذي تركبه هنا، نستطيع أن نرى CPU، GPU، كلهم يتضبطون إلى واحدهم، نستطيع أن نسحبها من هنا على فوق الشمال، إذا سحبناها هنا على الشمال، لدينا السيستام الجديد. نستطيع أن نسيطر على WhatsApp، لـ Performance Mode، أنا أدورها على Game Mode، يمكنك أن تعملها على Balance، يمكنك أن تعملها على Game Focus أيضا وعندكم Notification لذبطها. فقط هناك Screen Recording، Game Filters، لدينا Touch Optimization، لأول touch response عليه للتليفون. System Status، هذا جميل جدا، تستطيع أن نعطينا قوة، نستعمل GPU وCPU، وهو Frame Rate على الشاشة. دعنا نسيطرها هنا، نعملها مرة أخرى. آخر شيء عندما نرى من هنا، لدينا أيضا أن نرى Voice Changer، Orientation Lock، وإننا نقوم بإددت. نستطيع أن نرى حرارة البطارية، وإننا البطارية المزبوطة هنا. تحت PUBG، هذا شيء جميل جدا، نستطيع أن نرى. System ليس كثير منيح، تحت Settings، وفت على Graphics. إذا كنت نقوم بعمل أحسن فريم رات على هذه الشاشة، يعني أننا نلعب 60 فريم سوء، نحن نلعب، نعملها HDR Extreme، وأنا سأستعملها تحت Colorful. إذا كنت تستعملوا أحسن صورة تحت Ultra HD، ستنزلنا إلى 40 فريم سوء، 40 فريم سوء، ستظلها مزبوطة كثير كثير منيحة، ونستمتع فيها، ونستعملها للتيلفون. دعنا أعطيكم الآن مصره عن اللعب هنا على Find X5 Pro. ونستعمل اشتركوا في القناة 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 الاندرويد 12 مع الـ ColorOS 12.1 لا يوجد لدينا أي أشكال، وإن شاء الله سيساعدنا أيضاً أن نضبط التلفون أكثر. خبروني تحت قولوا لي ماذا يوجد لهذا التلفون، وأي لون أنت تفكروا فيه أحسن شيء، هما الأبيض والأسود؟ أنا بالنسبة لألي صراحة أول مرة أجلب تلفون أبيض منه لشركة أوبو، أنا مبسوط كثيرا، لا أريد أن أرجع، خلاص، من الآن أريح أن يجلب أبيض على أي تلفون، هذا اللون الذي أريده. شكراً جزيلاً على كل الناس للمشتراك، سأراكم إن شاء الله في الفيديو جديد، ونجدكم معي، أنا بعد كم يوم نازل على الـ MWC، سأراكم إن شاء الله أيضاً زملائنا من الدول العربية، وإن شاء الله سأقوم بكم فيديوهات من هناك، يالله مع السلامة.